مرحبا يا أصدقائي كيف حالك؟ أتمنى أنك بخير حبابي صفتالة اليوم سوف نتكتب لنا نتكتب الى الأخيرة عن كلمة فور فود صح؟ اليوم سوف نتكتب ذا النملة هو حكينا هون الو تكتب ولا تلفظ و هون اله ايش الصوت تباها الساوند أتش هو هو واز كان ستل بزي يبقى مشغولا بحفظ بحفظ الطعام وانت درى جافت قال أقرأ لكم إياها I want to read it without any explanation the aunt who was still busy keeping the food clean and dry set I toiled to save food I يعني أنا toiled تعبت to save الحفظ الطعام for the winter الحفظ الطعام في فصل الشتاء freezed انه تجميد while بينما you انت spent تقضي ذا السماء الصيف playing باللعب in the easy بطريقة سهلة I stored خزنت just فقط كفاية enough food طعام for لذا الشتاء يعني هو خزنت بس كفايته في الشتاء من الطعام it's true انها الحقيقة but لكن I can't لا استطيع feed اطعام طبعا هون you مش انت اطعامك هي اطعام والyou هون اجد كاف اللي هي المخاطة بدمير المخاطر للكاف اطعامك all كل winter الشتاء or I'll starve too ولا انا سوف اعاني الجوع starve معناها اعاني الجوع يعني هو ما بقدر يطعمي طول فصل الشتاء لانه ال الانت سوف تبقى جوعاني او راح تعاني من الجوع طول فصل الشتاء I'll repeat it again I toiled to save food for the winter freeze while you spent the summer playing in the easy I stored just enough food for the winter it's true but I can't feed you all winter or I'll starve too okay خلينا نعمل بس جزء بسيط هذا الجزء بس من ال beige 25 the aunt gave النملة اعطت the grass اللي هو الجندب a few crumbs يعني كسرة خبز او لب الخبز قليل few but the grass hopper was cold لكن but معناها لكن الجندب was كان قلنا هي hebran verb cold يعني بارد miserable تعيس and hungry جوع all all winter كل الشتاء كان miserable طبعا هون a tel tel e tel 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 miserable 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 okay منكتب المعاني و نفس الاشي اي verb فيه ايدي بينتهي بايدي بنحط عليه بوكس صغير مثلا عنا هون كلمة stored و في عنا هون بس هدو الكلمات هيك بنكون تقريبا قربنا نخلص ان شاء الله الليسون هذا I know it's so difficult for you but يعني لازم نقرأ okay thank you see you bye bye حبايبي